يا ابن ابن العقود والسلام واحد امين. سلام ونعمل كل المشاهدين متابعين قناة سيرة شفيع في كل مكان. احنا دخلنا لمكان ببيتك يا رب ديقق داسة. دخلنا كنيسة القديس العظيم ابونا يس الخائل. هنا وكمان بيته جوه. اشرحنا البيت الاسري. وحشرحنا كمان الكنيسة. وايه الطاجة دي اللي المفتوحة. كل ده حيشرح لنا. استاذ عجبان زكريا المجدس. يلا بينا نعرف ايه هو بيت وكنيسة ابونا يسة. مخايل في قرية كوم غريب طمع سهاج. اهلا وسهلا بكم. قناة سيرة شفيع. نورت بلدنا كوم غريب. مركز طمع محافظة سهاج. وبالتحديد بيت ابونا يسة. صاحب الرمل العظيم. ابونا يسة المكان ده هو اللي صلى فيه الكنيسة. والبيت جنب الكنيسة اللي عاش فيها. هو ادفن في مدافن القرية. بقوم دومة. وكانت مدافن عادية خالص. ما كانش فيه. اي حاجة لكن اه الوجود الوقت دير عزيم. اه القصة بدت ان هو بعد نياحته على طول. جاء واحد اسمه يحيى علام. كان زارع في الجبل هناك. شاف نور. عند جسد ابونا يسة. اه فجاء في كوم غريب هنا و اه و جال الكل شيخ النصارى بيّن. تعالوا شوفوا قبر الجمص. فيه نور. شيخ النصارى بيّن. وابتدت الناس تتوافد على المدافن هناك. وابتدى المعجزات. تحصل من ابونا يسة مع كل الناس. وعايز اذكركم اذكر لكم اني فيه معجزات في حياته اكثر من ننادي. والمعجزات اللي حصلت او اللي اسمعناها في الافلام تابع ابونا يسة. مش كل المعجزات او مش بالتحديد هي. طبعا المشهورة حكاية اللحم وتحول العظم تحول الى لحم. ان هو شفها واحدة عبانة كانت صخنة كانت. يعني اللي سامعينه في الافلام كلها طبعا معروف. لكن فيه حاجات كانت متسلوسة محدش عارفها او متستخبية عن الناس. فيه كانت معجزات فيه حياته اكثر من مماته. وبعدها اتوافدت الناس هنا وهناك على بيته. المكان ده هو اللي صلى فيه. المسبح. الكنيسة زي ما انتم عارفين او شايفين صغيرة خالص كانت اول كنيسة في كوم غريب. بعد كده اتبانت الكنيسة التانية كنيسة انبا شنودة. ودي كنيسة كانت على اسم الانبا شنودة رئيس المتوحدين اول كنيسة في كوم غريب. كان بيصلي فيها ابو نياسة الباب ده ما كانش مفتوح. الباب ده كان زي زي كده بالزبط. احنا فتحناه في الفين وستة. عشان تقبى الكنيسة والمزار. الباب ده كان مجفول خالص كده. احنا الفتحنا الباب ده. هو بعد ما فقد ابنه ابنه توفى. امراته ما احتملتش التجربة فقدت بصرها. لكن هو بكل حب هو كأنه ابراهيم قدم اسحاق فعلا. كان بعد الجداس جال جماعة في واحد عزيزة علينا ما تمشوش عشان نودعوه. هو بيكصد ابنه. لكن امراته ما احتملتش التجربة. فابتدت تبكي عليه لغاية ما فقدت عينها. كان يجاعدها جنب الحيطة هنا. عشان تسمع الجداس. وفي اخر الجداس ينولها من الفتحة دي. كان ينولها بالمستير الجسد والدم. كانت تقعد على كرسي خشب صغير. وينولها ايه? الجسد والدم بالمستير. والفتحة ظهرة من الناحية التانية اكتر من الناحية دي. ما كاناش تقدر تلف المسافة دي كلها. عشان فيه شارع كبير وفيه سويجة وفيه ناس ما كاناش تقدر تلف وما عندوش حد يوديها ويجيبها. فكان هو ماشي ببساطة خالص. وعايش حياته. حياة البساطة وحياة التقديم وحياة العطاء. واكتر من ابنه قدمه. يعني كأنه ابراهيم بقدم ابنه اسحق. قدمه وحياة اللعنت از part الرياض وفسophên وحياة البساطة بتط Residad